موسيقى مبدأ عايزة أفكرك بحاجة لطيفة أو تعالى ندردش مع بعض في السريعة جدا جدا بحاجة لطيفة جدا ألا وهي الحوار الوطني اللي أطلاقه الرئيس واللي وجه بضرورة إطلاقه بمعنى أدق زائد تشكيل لجنة العفو وتشكيل اللجنة من وقت إعلانه الحقيقة كان يبعث على تفاؤل شديد وأظن اللجنة الحقيقة اشتغلت بمنتهى القوة على أنه يتم العفو عن شخصيات بعينها أنا من الناس اللي تقدر تبدي سعادة شديدة شديدة بالعفو عن المهندس سياحي حسين عبدالهادي راجل محترم والعفو عن المهندس سياحي حسين عبدالهادي يساوي حقيقي عند الكل شيء كبير جدا 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 إلى أبعد الحدود العفو عن يحي حسين عبدالهادي مع حفظ الألقاب حاجة تلقى تقدير لدى المولاء زي المعارضة مش هقولك المعارضة هتبقى فرحانة بالعكس الكل سعيد وفرحان ومتفائل بأنه شخصية مهمة زي المهندس سياحي حسين عبدالهادي خرج ويوصل بيته دايما بألف سلامة ويدي له كل الصحة ودائما عندما نذكره فحنا ونذكره دائما مسبوقا بكلمة طيب الزكر يحي حسين عبدالهادي اللي تربطني به صداقة عظيمة يعني من سنين طويلة جدا واللي دايما ببقى فخور بأن احنا أصدقاء واللي أتمنى أن احنا الصداقة دي تدوم مدامة الحياة ربنا يدلنا ويدلكم طول طول عمر بس كمان اسم يحي حسين عبدالهادي عندما يطلق صراحه بالعفو الرئاسي يدي حالة تفاؤل غير مسبوقة يعني ترفع سقف التفاؤل للسماء لعنان السماء زي ما بتقال سواء فيما يتعلق بأداء لجنة العفو الرئاسي أو فيما يتعلق بآفاق الحوار الوطني عند هذه الجملة أتوقف علشان خاطر ندي بقى فرصة أوسع للبرنامج ويعني لأخبارنا أن احنا نتكلم عنه لأن احنا مبارح الحقيقة كنا بنتكلم عن فارس سعيد فارس سعيد ابننا الموجود في المحلة عنده مشكلة في تساقط الشعر إلى آخر وكنا مبارح بنكلم دكتور شعراوي مدير مستشفيات طب المنصورة وقال لنا ينورون في أي وقت من بكرة احنا موجودين تحت أمرهم وحتى أنا قلت إيه يعني أتائل فقلت حتى لدكتور شعراوي قلت له ياريت كمان يعني والده حج سعيد تبصه عليه كده ونشوف إيه وضع جهازه التنفسي لأن أنا اللي فهمته من المكلمة أن الرجل كان يعاني أيضا من ضيق تنفس أو أزمات ربوية وما إلى ذلك وبالفعل الحقيقة كانت الاستجابة شديدة السرعة مش بس بمكلمتنا مبارح مع دكتور شعراوي لكن هو بالفعل العائلة الكريمة ذهبت على المستشفى أهو أدي الصورة هي وبدأوا في إجراء الفحوصات ومن ثم بإذن الله تلقي العلاج في مستشفيات جامعة المنصورة وعلى نفقة مستشفيات جامعة المنصورة كل الشكر الحقيقة للجامعة وكل الشكر لكلية الطب والمستشفيات وطبعا دكتور شعراوي ألف شكر حقيقي يعني خليني هارجع بسرعة كمان على خبر آخر صراحا ده النهضة موضوع كتير بصراحة خبر آخر وهو متعلق بقداسة البابا توادرس قداسة البابا توادرس بيترقس قداس عشية موعد دخول العائلة المقدسة مصر ربنا سبحانه وتعالى جزء من بركته على هذه الأرض إنه منحنا نعم كتير جدا وخد بالك ده ده جزء من نعمة من النعم ربنا أنعم علينا كلنا بدون استثناء واحد واحد فينا بزحمة من النعم لو إحنا بس أمعاننا إيه التفكير كده بس هذه الأرض أرض مباركة فعلا ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها بإنه خلى السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم جدة سيدنا محمد مصرية أدي بركة أنا بقولك على حاجات كده إيه ركز فيها شوي ده أنا بركته على هذه الأرض بركة بإنه التجلي يكون على أرض مصر عندما يعني طلب سيدنا موسى أن يتجلى له رب العزة فقال له مش هتستحمل لو الجبل استحمل جزء من النور الإلهي تستحمل إنت فكانت تجلي على هذه الأرض دي أرض مبروكة ومقدسة الحتة الوحيدة اللي تجلى عليها رب العزة يا خبرة بيض وتيجي البركة تكمل شوف بقى ربنا بيحب هذه الأرض إلى أي مدى مصر يا خبرة بيض فيبقى ربنا بيباركها بالعيلة المقدسة ييجي سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام وتيجي ستنا مريم عليه الصلاة والسلام وييجي سيدنا يوسف النجار العائلة المقدسة تيجي وتدخل إلى هذه الأرض فيبقى مبارك شعبي مصر ربنا عندما أراد الأمان للعائلة المقدسة بعتهم على مصر ما بعتهمش حتة تانية شوف سيدنا المسيح اتولد في بيت لحم بس عشان ربنا يحميه ويحافظ عليه يجيبه هنا يعني على كل وجب التنويه علشان بس حضرتك تبقى عارف قيمة البلد اللي انت قاعد عليها قيمة البلد اللي انت عيشت وتولدت وتربيت فيها قبا عن جد فتحافظ على هذه البلد قدر استطاعتك حاول طول الوقت اتفكر طول الوقت ازاي نقدر حافظ على بلدنا دي ثم انه تجد انه امور كتيرة بتحصل ومش هقولك يا سيدي المشروعات الكبيرة العظيمة اللي بتجرى في مصر لكن دايما فيه مشروعات بتجرى وحاجات كده تلاقيها متعلقة بالناس اللي مخاه شغال شغال في ايه؟ ما تيجي انطور في بلدنا انطور في بلدنا في ايه المرة دي يا عم يوسف اقولك انطور في بلدنا بحاجة اسمها كايروبايك احنا لما بنيجي نسافر برة في بلاد اوروبا ولا في الولايات المتحدة الامريكية ولا كندا فساعات كده بنلاقي زي موقف صغير شايف ابص عمورة ما شاء الله عليه على طول عمر زكريا جاهز سيبنا انت انا عمورة اصبر ودني ودني حبيبي عمور تلاقي الموقف اللطيق يا ابني اسكت شوي تلاقي الموقف اللطيف الظريف ده كده حاجة كده محطوط فيها عجل بر حلو بتاخد العجلة وتسوقها وانت بكده كده بتبقى محدد المدة اللي انت هتستخدم فيها العجلة طب بعد كده هل هرجعها مكانها من طلعت مشوار لا لا خالص هتلاقي في كل المناطق مكان برضو تركن في العجلة انت مثلا هنفترض رايح مثلا من منهاتن لبروكلين فهتاخد العجلة وهتسوقها لحد بروكلين خلاص انا مش محتاجة بتركنها هناك وبيتعمل لها لوك وكل سنوط طيب بتتقفل خلاص كده التربست ميتفول بقى عندنا ده في مصر حاجة اسمها كايروبايك طيب استخدام الساعة قد اي ما يجي يقولك ايه ده ممكن تبقى غالية جدا استخدام الساعة جنيه يعني هتاخد بعضك تطلع مشوارك وتركن العجلة في المكان اللي انت رايحه هتلاقي هناك الستاند بتاع العجلات او المكان اللي تركن فيه او الموقف بتاع سميها زي ما تسميها ايه المهم حضرتك طالما شايف ان مشوارك ساعة هتدفع الجنيه هتاخد العجلة هتتوكل على الله وتركن عجلتك وتمام التمام منها وسيلة مواصلات اظن مفيش ارخص من كده منها ركوب العجل رياضة منها الليلة التلوس منها الليلة الزحمة انت هتوصل اسرع بالمناسبة تعارف الناس بره بيركبوا العجل لانه بره في مدن بتبقى معروفة بانها شديدة لازدحان فنيورك على سبيل المثال زحمة جدا 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 الى ابعد الحدود او عمر سيقولك هولاند يعني الدنيا هناك زحمة فبيبقى ساعات كتير جدا اسهل لك تمشي اسرع لك تمشي او تركب العجلة من انك انت تسوق عربية او تركب تاكسي اسرع وارخص طبعا طبعا الحمد لله اصبح فيه عندنا مشروع زي ده ده كايرو بايك بكرا يبقى فيه الكس بايك بعده يبقى فيه السيوت بايك بعده يبقى فيه اسوان بايك وهلوم مجرة النوع ده من المشروعات بالمناسبة مشروعات فعلا كويس اولا هتساعدك انت صحيا هتسهل عليك التحرك هتسرع عليك عملية الانتقال انا اشجع الكل كل اللي فيه صح هيركب عجلة اهو عندك حاجة زي كايرو بايك احنا لسا بنتكلم على نطاق القاهرة بتاعتنا بكرا هزا المشروع انتشر اوله ان شاء الله والحد كده نطلع فاصل ونروح بقى نكمل كلامنا من على المائدة غير المستدير اهلا بحضراتكم مرة تانية شوف انت تتوقع او انت منتظر او انت متخيل الدولة عايزة ايه بكلمك بجده الله يعني انت متصور ايه انا ساعات اسمع كلام ناس كتير تقول لك يا جماعة اصل الاسعار اصل انا اتفاهم ده جدا وفاهم يعني ايه الاسعار زادت والاسعار بالمناسبة لما بتزيد هي بتزيد عليك كل وسيبك من قصة اصل فيه ناس مش فرق معها الاسعار لما بتزيد هو اي حد بتفرق معها الاسعار بمعادلة بسيطة بس اللي بياخد الف ليه اوجه صرفه معينة فلما الاسعار بتزيد بتزيد عليه بيتعب وبالمناسبة اللي بياخد المية الف برضو ليه أوجه صرف معينة فلما الأسعار بتزيد برضو بيتعب طب الدولة عايزة إيه الدولة عايزة تقدر الاستطاقة إنها تحاول تخفف دايما من عليك فهتلاقي الدولة دايما لو عادي بدا نقولنا إيه ذهن الدولة بتفكر طول الفق الوقت أي دولة بالمناسبة مش هقولك بس إحما تفكر طول الوقت إزا أقدر أريح المواطن بتاعي ماهو دا الهدف من وجود كيانات اسمها الدول بالمناسبة وبقى فكرني أعد أحكي لك إزاي فكرة الدول دي حصلت الدول الحديثة يعني مرورا بقى بالمرحلة البرجوازية في العالم في أوروبا ثم الثورة الصناعية إلى آخره فده الأساس من فكرة دولة أنا عايزة ريحك مصر الحقيقة مش هقولك أكتر دولة بتفكر في إنها تريح المواطن لكن هي أكتر دولة بتبزي المجهود لأنه ظروف اللي مرت بيها مصر شديدة الصعوبة شديدة الصعوبة ثقيلة الوطأ زي ما بيت قال في ظل كل دا هتلاقي إنه التفكير لا يتوقف ثم الخطوات العملية لا تتأجل فهتشوف على سبيل المثال في قناة السويس مش هقولك بقى على قناة السويس اللي هي المجرى الملاحي الأشهر على مستوى العالم لا في قناة السويس طول الوقت في تفكير في إيجاد مشروعات هذه المشروعات من شأنها إنها تريحك يعني هو جزء من أكتر أو أكتر حاجة بنفكر فيها دايما إيه يقولك إيه يا عم أنا بشتغل أأكل العيال طب أنا عشان أأكل العيال لازم أنزل الأسعار وعشان أنزل الأسعار لازم يكون في عندي ما يعرف باقتصاد الوفرة فتلاقي إنه في قناة السويس اتعامل 187 حوض استذراع سمكي ده مشروع شركة قناة السويس للاستذراع المائي ويخرج هذا المشروع إلى النور خلونا ناخد معنا على تليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم إزاي صحت حضرتك كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين مشروع 187 حوض ده يا فندم عايزين نعرف عنه أكتر الحقيقة هم مش 187 هم 188 لكن ما بدأنا فيه دلوقتي الاستذراع يعني هم 187 نحن بيستغل على نساحة 3137 فدان أحواض سمك كلها من أنواع دينيس والعروس والبولتي الجبري يعني كل ما هو لي طلب في مصر حيث ما فيه إنتاج نقل الفجوة زي ما ست الرئيس أمر نحن نقل الفجوة الغذائية سواء كانت في الأسماك أو في المشروعات الحيانية الصروة الحيوانية أو الداجينية فده ده مشروع إحنا عاملينه في كانت سويس في زراعة الاستراع السمكي إحنا خلصنا تقريبا عمال التطوير فيه تجاوز حوالي 55% عشان بنرفع كفاءة الأحواض دي كلها مستهدف إن شاء الله إن إحنا نقول بقى النتائج بقى نحن استزراعنا أولا 11 مليون زريعة الجبري بدأنا بـ 7 مليون في 49 حوض وجاء لي استزراع الباقي واستزراعنا مليون ونصف زريعة الدنيس بإجمال 2 مليون سمكة أنا حضرت موضوع السجرعة دي أو البدن الرمي الزريعة دي المستهدف إيه طيب بقى لما نكلم عن المستهدف أيوة إن إحنا من ستمبر 22 إن شاء الله هنبدأ نجني السنوارة اللي نسمى لده فيه 350 طن حنستهد أنا نستضم من ستمبر 22 السنة دي لغاية فبراية 23 350 طن 350 طن وفيه 1500 سنة ثانين من برضو الدنيس والقروس والبوري واللوت والبولت والجنبري وكلام ده ده برضو من فترة من يوليا السنة دي يعني إن شاء الله لغاية فبراية 24 ميكون بنا من الحصاد ديهم وينزلوا للنور في مدن القراءة أو اللي عيفيد من ما ينزلوا على الكاهرة لغاية لما نخلص بيئة اللحوات كلها حاجة فيه إن شاء الله إنتاج وفير يعمل فعل الموضوع اللي ستاة رايز ده اللي بيبحث عنه إن هو يقلل الفجوة الغذائية وقلل الأسعار طيب هنا ستاة فريق سؤال بقى يعني المية 87 حوض دول هما دول مرحلة من إجمالي صح كده؟ من إجمالي ألف وشوية حوض 1480 1480 حوض طيب وإنه المرحلة دي هنقدر إن شاء الله نغطي بيها مدن القناة صح كده؟ إن شاء الله إن شاء الله طيب ده معناه فندم إنه 1480 حوض عند استكمال المشروع بالكامل هل من الممكن هما يوصلون إلى مرحلة اكتفاء ذاتي محلي لعموم الجمهورية ولا لسه؟ هيبقى جزء هيبقى جزء هيبقى جزء طبعا شونا باش بيقول كلام يعني لا حيبقى جزء بس حيبقى جزء كبير الجزء كبير بعدين بتكلم برده وحسن بتكلم على النوعية تتكلم على سمك بيستزرع في قناة السويس أيوه أنقى مية ومية متغيرة على طول صحيح فنت بتكلم عن نوعية سمك كمان نوعية فاخرة يعني حاجة محترمة البيع بتاعيثها جيدة وبالتالي بتنتج عن نوعية سمك تعمى كويس وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يغطوش عموم الجمهورية لكن يغطوا جانب كبير فاقتصادياً ده يقدر يحقق لي شوية استقرار في السعر يعني الأسعار ما تزيدش على المواطن لأنه أصبح فيه عندي معروض أكبر كمان هو ده المقصود دي أولاً أنه أقلل فجوة وأنه حافظ فعلاً على الأسعار ما يبقاش حد بعينه هو المستقس بموضوع الأسعار الأسماك أو بيع أنواع معينة بالأسماك فدي برضو مهم أول أنت برضو مبقاش في حد وهو اللي مسيطر على الموضوع ده حلو جداً طيب نقدر نقول إمتى فندم 1480 يبقوا خلصانين إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني ناخد سنة كمان يعني نقول يعني نخلص الأفخة 22 وفبراير 24 يعني على آخر 24 يكون كل المزرعة بالكامل تكون مستصفحة ومجهزة وبتنتج كميات تبيرة بالأسماك الشعب طبعاً يا حاسيات الرئيس لو سمعنا دلوقتي هيقول لا آخر 23 مافيش 24 هو حقيق برضو كويس حدث بخلص جداً وسلت الرئيس طبعاً يعني على طول متابع الموضوع ده يعني مش هزيقول حدث يعني بيتابعه إزاي طبعاً بيشر عليه إزاي كل لقاء أو اتصال تلفوني بيتطمر على إحنا وصلنا لإيه وبنعمل إيه وبنطور إزاي وطبعاً على الساعة الجنوب طبعاً برضو عملية المتابعة الدائمة تقريباً على المشروع طبعاً أنا بشكرك جداً يا فندم ونشكركم جميعاً والله على هذا الجهد وكل الشكر سات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ده لأنا بقوله لك إنه الدولة أي دولة أنا ما بخصش بالذكر إحنا أي دولة في الدنيا شغلتها تريح المواطن ساعات الدول بتمر بظروف شديدة الصعوبة مفيش حد في الدنيا يعرف ينكر أو عنده قدرة أو بجاحة إنه ينكر إن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة جداً طيب مش بس كده خلي بالك إحنا كلنا أقولك هو عسيدي بقى مش بس الرئيس كلنا استلمنا البلد دي في 2014 وهي على البيض مفيش منكم وإليكم والسلام عليكم يعني في 2011 كانت المفاجأة البلد فيش حاجة فيش فيها حاجة صرف أي كلام ميا أي كلام كهرباء أي كلام شبكات أي كلام أي كلام يا راجل ده البحيرات اللي في مصر ما تلمستش ما تلمستش من بداية القرن العشرين أنا دايماً كان سؤالي أمال كأنه بيعملوا إيه بالفلوس يعني الفلوس اللي كانت بتخش إيرادات دي كانوا بيعملوا بيها إيه عايز تعرف كانوا بيعملوا بيها إيه بيروح موجهالك لدعم زائف فأنت تفرح روح إحنا جاتلنا شوية فلوس بس أنا عايزهم يعودوا سكتين روح هتلوم شوية زيت على شوية سكر على شوية صابون على شوية دقيق على فرختين مجمدتين على كم كيلو لحمة مستوردة إطرح في السوق وفهمهم إن الدنيا حلاوة ونقنعهم إن الدولار بخمسة ونص جميل طيب صلحت شبكة الميا لأ دخلت ميا الأهلينة في الأرياف لأ صلحت شبكة الصرف لأ طب دخلتك صرف الأهلينة في الأرياف لأ صلحتك كهرباء لأ دخلتوا الأرياف لأ بنيت مدن لأ أو جدت فرص عمل لأ علمت الناس لأ علجت الناس لأ ومال كنت عم بتعمل إيه أظن كلنا عارفين كانوا قاعدين بيعملوا إيه فلما كل دا يبقى حاصل تلاتين سنة مؤمن وبعدين نمر بظروف سياسية شهدت الصعوبة ما عدتش على تاريخنا بالمناسبة ما عدتش هذه الصعوبة السياسية ما عدتش مش بس كده أمنيا ما عدتش علينا ظروف بهذا الشكل في الإرهاب فنستلم البلد كلنا في 2014 بعد ما الحمد لله كشح يعني تنظيم الإخوان على الأقل في شكله الرسمي ونبدأ إن احنا ندعو وننادي ونطالب أرجوك فندم عايزينك رئيس جمهورية فعيجي السادة الرئيس قتها كان وزير الدفاع حاضر هشيل المسئولية بس وخلي بالك بس من الكلام اللي رأي يسأله في البداية بس المسئولية دي بتاعتنا كلنا احنا شايلين سوا أصبروا معايا هتيجي تقول لي ما احنا أصبرنا هقولك لقيت قال بقى بانت خدت دولة ما كانتش موجودة انت بنيت خد بالك بقى هنا انت المصري بنيت مجموعة من المدن الجديدة تساوي في مساحتها نفس اللي كان مبني في تاريخنا يعني احنا كنا عايشين على سبعة في المية فبنينا سبعة في المية جدد بقى واربعتاشر وهكذا شوف احنا لازم فعلا نعمل لكم الهاشتاج بتاع كفاية هارية عشان بس تبقى عارف بالحقيقة والرقم ايه اللي حصل من 2014 لحد اللحظة اللي احنا فيها بس خليني بما اني بدأت الحلقة نهاردة بسعدتي الغامرة الغامرة وتقديري الرائع للجنة العفو الرئاسي والقرات الرئاسية بالعفو عن المهندس يحيي حسين عبدالهادي فخليني اخب معنا على التليفون سات النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي اهلا 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 يا طارق يا صديقي ازاي عمل ايه احوالك كله تمام الحمد لله طبعا الحمد لله كله بخير طالما البلد كلها بإذن الله دايما بخير وفي خير مستمر طارق خلينا يمكن ابدأ الاول بتقديري الشديد واعجابي بأداء اللجنة وطبعا انا اخص بالذكر العفو اللي صدر للمهندس يحيي حسين عبدالهادي مشكرك شكرا جزيلا ودواجبنا واحنا يعني بنعمل بجد واكتهاد شديد في ملب من ناحية الانسانية له ابعاد غاية بالاهمية من ناحية السياسية ايضا له بعد غاية بالاهمية وهو جزء من رسم حالة من التستمح في المجتمع والقدرة على التوسع في مفاهيم التستمح فبالتالي هذه خطوة يعني مهمة للغاية ووجود ارادة سياسية لازم في اصدار قراءة عفو عن المحبوسين في قضايا ذات خلفية بالرأي والتعبير هي امر يعني بيشكل مدى اهتمام الصيدة السياسية بالانفتاح على كافة القوة السياسية وهي الخضرة على يعني بلورد ارادة حقيقية في خود عملية وغمار الحوار الوطني الذي دعا له تهدره طيب ده اللي انا كنت لسه اسألك عليه اغطار هي فكرة المردود السياسي من وراء الافراجات او من وراء العفو اللي بيبقى صادر بناء على توصيات من لجنة العفو الرئاسي انه هذا المردود السياسي ينعكس على الحوار الوطني ولكن هنا بقى سؤالي وبأي شكل من الثمار يا طار الحقيقة بكل الثمار لانه يعني موجود يعني قسمة السبل للتعبير عن الانفتاح والتعبير عن موجود ارادة حقيقية لحضر الحوار هو الافراجات التي تتم الان والاساس اللي مهم عليها دي الافراجات ويمكن وحنا امام هذه الحالات يعني نحن امام اجراءات قرونية وقضائية صحيح ولكن هناك ارادة سياسية بخروج هؤلاء الشباب لاعطاء القرصة الثانية للاندماج في المجتمع الممارسة الحياة وبشكل فيه انفتاح وبشكل فيه انفراجة لدى كل الاطراف وانه البناء للجمهورية الجديدة يتم على اسس التسامح ويتم على اسس الحوار وان يكون الجميع دور في بناء الوطن من الناحية السياسية وان الدولة الوصلية وضع اولويات لها على مدار الفترة الماضية في مكافحة الارهاب وفي تنمية الاقتصادية وتلا ذلك وجود مساحات من القدرة على تطوير البنية السياسية للدولة وخوض حالة حوار وطني عميق نستطيع من خلاله ان نخرج بوطن اكثر قوة من الناحية السياسية واكثر قدرة على الخوض غمار المرحل المصبرة ان يكون الجميع در رأي واحد ولكن يجب على الجميع ان يكون واحدة في القضايا التي لها مساس مباشر بالحفاظ على امن وسلامة الوطن وفي نفس الوقت يمكن ان تختلف في كل الاراء على استاذ قاعدة وطنية بحثة وعلى اسس وضع رؤى اي من الرؤى اضل لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في الوقت الحاضر او مستقبل طيب طرق انت اكيد تبعت ردود الافعال بشكل عام سواء اذا كانت ردود الافعال على المواقع الاخبارية والجرائد او ردود الافعال على صفحات التواصل الاجتماعي متعلقة بخبر العفو عن المهندس سياحي حسين شفت ردود الافعال دي ازاي وبتعتقد انه المردود الايجابي بتاع هذا الاسم بالتحديد المهندس سياحي حسين عبدالهادي وبالفعل تم انتهاء من كافة الاجراءات عصر اليوم وهو الان في بيته فالحقيقة ده شيء اسلج الصدور بشكل كبير ان رئيس يعني يسعى بمنتهى السبل لانجاح عمل لجنة العفو الرئاسي والى قدرة دي اللجنة على اتمام عملها على اكمل وجه وانه لجنة العفو الرئاسي لم ترسل السماء الا واستجاب لها السيد الرئيس وده بيعبر عن حالة الانفتاح الشديدة بالاضافة لانه لجنة العفو غير محددة للمدة الزمنية وبالتالي اللجنة تعمل حتى نظر اخر حالة مستهدف ان يتم العفو عنها وتنطبق عليها المعايير التي وضعناها منذ اللحظة الاولى صدامة انه اولا الاشخاص لم يتورطوا في دماء ولم ينتموا انتظمات ارهابية وبالتالي يعني يجب ان يعودوا ويندمجوا في المجتمع والحقيقة انه المنظور لم يتوقف عن تحاد خروجهم من السجن وانما امتد الى الرعاية اللاحقة الى دمجهم في المجتمع وكل من خصل من عمله ان يعود الى عمله وكل طلبة الذين خصلوا من الجماعات ان يعودوا الى جماعاتهم وبالتالي ده يجب ان يكون جزء من حالة الحرار لتزليل اي عقابات متواجهنا لانه ده بيرتبط ببعض لوائح الجماعية بيرتبط ببعض القوانين وبالتالي يجب ان يلعب البرلمان دورا يجب ان تلعب المجلس الاعلى للجماعات دورا يجب على كل الاطراف ان تتعاون من اجل حتى تنفيذ عملية الدمج المجتمع اللي انتبه لها السيد الرئيس ووجه بيها من اللحظات الأولى الجملتين الحلوين بتوع العودة الى العمل والعودة الى الدراسة دول بالدنيا بالمناسبة طب اخيرا نطار صحافة بقى يعني ما هي الاسماء من الممكن انك تقول لنا انها موجودة يعني على اجندتكم قد تحصل على عفو قريب الحس الصحفي يجب ان يسود ما انا مقدرش احنا الحقيقة بنتحفظ وقول سبب تحفظني بنتحفظ الاعلان على اسماء قبل ان نطمئن لاستكمال كافة الاجراءات لانه المسألة دي بتبقى يعني معلقة بيها قلوب وزوي هؤلاء الشباب وبالتالي احنا بنا نتحفظ على اعلان عن اي اسماء او اعداد حتى تخرج او يعني نطمئن ان نكافة الاجراءات في طريقها للاتمام فان شاء الله غدا بمقرد نطمئنان الى ان الاجراءات كلها تسير بشكل ثلث وكامل ان شاء الله نعلن في حينها الاسماء وبشكل حاسم ونعلن الاعداد واحنا مستمرين فعملنا هذه يعني احنا اول الغيز قطرة ومستمرين فعملنا ونطمئن الجميع انه احنا شغالين على قدم وثاق وشغالين بوافيرة سريعة جدا نسعى من خلالها الى طمأنة الجميع ويعني ارسال رسائل طمعنا لكل زاوي واهل المحبوسين بأننا سنصل للموصول الى الجميع وسنعمل نظر كل الحالات باسرع وقت ممكن لكن احنا طبعا احيانا نستغرق بعض الوقت بسبب اكرار الحالات وده مفهوم طبيعة انه كل يعني زاوي المحبوسين فرغهم معلقة واملهم معلقة بهذا امرهم بالتالي يبعثوا البيانات الى المجلس قامل حول الانسان الى لجنة حول الانسان في الفرلمان الى اعضاء اللجنة فرغل على حدة بجراء الاضطمار للمطلع المطلع الوطني للشباب فلاش هو يعمل حالة من استقرار الكبير للحالات اللي بننظرها في البيانات ولكن هم معذورين طبعا واحنا مقدرين لطبيعة مالهم المعلقة بهذا الموضوع ففي نفس الوقت برضو بيحصل لبس عند بعض الناس بيرسال بعض الحضايا الجنائية والحقيقة دي مش محل نظر من قبل اللجنة احنا يعني كل القضايا اللي بننظرها هي قضايا ذات طبيعة متعلقة بالرأي والتعبير زي خلق قانونة برغاهر زي نشر اخبار كاذبة دي القضايا اللي بننظرها من زاوية القضايا الرأي ولا ننظر ولسنا مختصين بنظر بأي قضايا جنائية صحيح طبعا محامي ورجل سياسة فمش هنعرف ناخد منك حق ولا باطل ماشا طارق اشكرك زي ما قلت يعني دي امور يعني احنا بس بنقلق على مفهوم صدقني مفهوم على شما يعني ما نعشمش الناس ان احنا بقول اسماء وبعدين يبقى لسه في المزيد من الاجراءات او الى اخره من امور فما يعني ما نبقاش بس ايه عشمناهم ودنا لهم امل ولسه الحكاية ايه ما قربتش شوية لكن انا اعتقد انه في قريب يعني او مستقبل قريب فعلا هنلاقي ناس كتير جدا هتبقى موجودة في بيوتها بإذن الله بنشكركم جدا نطارق بشكل عام في اللجنة وبشكرك جدا نطارق على يعني الجرعة الامل والتفاعل التي تتهلنا وحقيقي كل الشكر للرئيس لانه زي ما كان بيتكلم كده طارق على طول بيلبي طالما المسألة في اطار المعيير المتفق عليها يمكن طارق وصف وقال اول الغيث قطرة انا عايز اقولك انه خروج المهندس يحيح حسين عبدالهادي ليس قطرة انما هو سحابة كاملة محملة مش بغيث بكل الغيث والله حقيقي يعني بجد تفائلوا اسمع مني بس تفائلوا على كل حال كل شكر مرة تانية لست النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عضو مجلس النواب نروح لحياة كريمة حياة كريمة مبادرة ومؤسسة حياة كريمة فعلا فعلا بتشتغل بمنتهى السرعيني خد بالك انا خدت بالي من الخبر اللي كانوا بيقولوه زميلي فيما هو متعلق بمشروعات حياة كريمة في تمام محافظات تسعين في المية من مشروعات حياة كريمة في تمام محافظات خلصت اللي هنا بكلمك على الشغل اللي متعلق بالناس حياة كريمة كمان حتى لو الامر ما هواش متعلق بمنطقة بقرية بمحافظة بكفر بعزبة بنجع لو مواطن هتجدهم بيتحركوا فحياة كريمة تقدم الدعم بسرعة لمواطن حضراتكم اكيد اريته اتعرض منزله لحريق الريس وجه بمسندة المواطن ايه اللي حصل خلالنا اخذ معنا دكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان ازاكا دكتور ازايا الصحة كله تمام الحمد لله ماذا بعد توجيهات فخامة الرئيس بمسندة المواطن الكريم سيادة الرئيس طبعا دايما بينظر لابناء من المواطنين دايما شايف مشكلاتهم شايف التحديات الموجودة في ربوع الوطن كله يمكن جاء توجيهات سيادة الرئيس تشمل المواطن محمد خميس الموجود بقرية ودي النغرة كانت توجيهات سريعة جدا لمحو اثار الحريق اللي كان اثاره سيئة جدا على منزله هو واصرته الحريق ضمر المنزل بالكامل وضمر كافة الاجهزة الموجودة داخل المنزل قامت المؤسسة ب يعني توفير الاجهزة الكهربائية لصحب المنزل مع بعض المفروشات ومواد غذائية وقام الفريق الهندسي للمؤسسة بحص الاضرار لحين يعني للبدء في اعادة تهيئ المنزل ويمكن دي مش الحالة الاولة اللي احنا بنقف قدامها لكن دي حالة من حالات كتير جدا تم التدخل فيها وكان مؤخرا معنا حالة منزلين برضو في قرية الجنينة والشباك تم اعادة بناء المنزل بشكل كامل وهيتم تثنينهم خلال ايام طيب دا شيء اكتر من رأي احنا بنشكركم جدا على سرعة التحرك زي ما بتقال وده المعهود دايما من حياة كريمة انا مشكورك جدا دكتور محمد كل الشكر دكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان معنا بقى عم محمد خميس بنفسه صاحب هذا المنزل اهلا 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 بك يا دكتور ازاي الصحة الله يبارك فيك طمنا عليك وعلى العيلة الكريمة اولا الحمد لله رب العالمين بخير كلكم بخير الحمد لله الحمد لله الحاجة وصلت اه الحمد لله طيب قلنا بقى جابولك ايه نعم قلنا جابولك ايه بعتوا ايه بعتوا ايه بعتوا ايه التلاجة حلو والسالة ماشي وبتجاج ماشي ايه اللي ناقص لسه اه اللهم صل عليه افضل الصلاة والسلام في حاجة لسه ناقصة نعم في لسه حاجة ناقصة يعني عشان نكمل بقية حاجات البيت قلنا والله يا جماعة لسه فضلنا كذا وكذا 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 والله ويعني كل حاجة اعتبر النار ما خلتش التلفزيون ولا مطبخ ماشي ولا قدوة نوم ولا ولا بيباشم ولا اي حاجة يعني يبقى احنا عايزين الفرش وعايزين البواب صح كده فرش وبواب والتلفزيون وبعدين احنا داخلين عالصيف يعني عايزين مراوح اه مراوح لازم طيب قولي البيت نفسه حالته ايه نا والله حالته كويسة كويسة مش مش البيت مش محتاج شوية اصلاحات هدف بسيط من فوق ها ها لما المارة اكلت السكس جارت على البناية نفسها ايوة بقولك يا عم محمد انا عارف اهلنا في اسوان نفسهم عزيزة اوي 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 فما بيطلبوش حاجة بس سايق عليك النبي الو 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 عم محمد سمعني حلو نعم نعم بقولك انا عارف اهلنا في اسوان نفسهم عزيزة اوي فما بيطلبوش حاجة بس انا عايزك تقول يعني احنا قلنا كده احنا عايزين الفرش وعايزين نصلح السقف نعم وعايزين قلنا ايه كمان اه وعايزين التلفزيون والمروح اه والمروح حاجة تاني والمطبخ عايزين مطبخ اه والمطبخ المطبخ كامل قولي عم محمد انت ما بتقولش ليه مكسوف من ايه يا سيدي طيب بص بقى احنا هنحاول كده نعمل لتواصل باذن الله انا عارف انه سيادة المحافظ عندكم يعني ايه مش مستني حتى ان احنا نقوله بس احنا برضو ايه هنحاول نتواصل معاه نقوله ايه عم محمد محتاج واحد اتنين تلاتة اربعة ونقوله ستة لو اشرف بعد اذنك احنا عايزين المحافظة تقف بقى مع عم محمد حياة كريمة عملوا شوية حاجات والمحافظة بقى تكمل الباقي وباذن الله باذن الله يعني كلها كام يوم وتلاقي كله ميت فل واربعتاشر الله يبارك فيكم ونشكركم جميعا ونشكر الستاذ محمد الدكتور محمد ايه واشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي شكرا جزيلا الرئيس مهتم بشكل مباشر طبعا 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 اهتمامه ازايد المواطنين اللي عندهم الحالات اللي زي كده يا بغتك عم محمد يا بغتك الله يبارك فيك والله يبارك فيك يا أستاذ الحسين حبيبي حبيبي عم محمد ربنا يعني يحفظكم دايما ودلكم الصحة آمين يا رب العالمين واحنا احنا احنا اعتبرنا السكتارية بتاعتك احنا هنتابع مع سيد المحافظ الشفاطية يعني بإذن الله انا عارف انو حياة كريمة والمحافظ هيزبطولك الدنيا ميت فل واربعتاشر بقى أمبر هيرد دي يا أخي خلوك دي ستة بتاعت مشاكل وقضايا فا احنا مش هينفع ناخد راحتنا قوي في الكلام لترفع قضايا على برنامج التاسعة ولا علي وانا معيش الـ 15 مليون دولار في العربية دلوقتي أمبر هيرد عملت حدوتة بالبلد كده بوليكة كبيرة على قصة وجوني داب عمل وجوني داب سوى وطلع الرجل مظلوم ومفترع عليه وطلعت بتشاهر بيه والأصعب انها طلعتها اللي بتعذبه خد بالك جوني داب ده أنا بعتبره أخويا ما انه أنا عمري ما شفته غير في الأفلام ليه بقى؟ أنا حبه جدا من وقت ظهوره وانا اتابع كل حاجة يعملها جوني داب وانا في رأيي المتواضع جدا ده أهم وأقوى ممثل في العالم يأتي في المرتبة التالية لأنتوني هابكنز حقيقي يعني مش هزار ويمكن حتى نسأل سترق الشناوي لما نورنا على الموضوع ده رأيه في جوني داب مهم أمبر هيرد زي ما حضراتكم معارفين طلع هي وجوني داب والمحامين وجلساته والكل كان يتابع هذا الموضوع نصل إلى أنه هيئة محلفين أمريكية تحكم بخمستاشر مليون دولار تدفعهم أمبر هيرد لجوني داب لأنه طلع مظلوم فالمحكمة أو هيئة المحلفين حكمت بأن هذا تعويض عن التشهير التشهير بس تخيل بقى لو جوني داب عرف يثبت بما لا يدع مجال الشك إنها كانت بتعذبه آه المسألة بقى الصعبة وده أنا بفكر فيه مادام أمبر هيرد بتقول أو تقدير صروتها لا يتعدى سبع مليون دولار هتعمل إيه بقى هتدفع الفلوس الباقية دي إزاي يعني هيفضل عليها تمانية هتدفعهم منين دول ده بقى سؤالي اللي نعاد بفكر فيه بكلمك بجد يوم كده لوقت المحكمة حكمت بالخمستاشر طيب هل في لسه إجراءات تقادي تانية ولا أه مش موضوعي أتمنى ما يبقاش فيه وإن الفلوس تروح لجوني داب مش لأنه محتاج فلوس بس دا حقه رد اعتبار أو الله يفلسوها بقى وياخدوا منها سبع مليون دولار وبعدين هنعمل إيه علشان ناخد منها التمانية التانين ده الشئ جوني داب مش ممكن المناسبة هو ولي وفيلم اسمه ناينف جيت لازم تتفرجوا عليه حتة فيلم يوريلك يعني إيه موهبة يعني مع تقديري لكل بس إحنا غلابة قوي جنبك يا عم جوني حقيقي يعني إحدى كلنا غلابة والله العظيم على كل كل الفرحة وكل التهنئة لجوني داب على حصوله على الخمستاشر مليون دولار لسه ما دخلوش حسابه بس على الأقل اللي رد اعتباره بأن أمبرهيرد كانت تشاهر به شهرت وشهرت وشهرت وطلعت يا بنتي يا أروبة يلا مش مشكلة فصل ونكمل الكلام من أسوان الرائعة مبدرة اسمها الناس لبعضهم طيب وتحت هذه المظلة بتاعة هذه المبادرة اللي اسمها مصري أصيل كده محافظ أسوان بيوزع أجهزة كهربائية على 12 عروسة وخمس كراسي متحركة لأهلين من المرضى أو أصحاب بعض الاعتياجات الخاصة وبيجهق وبيشتغل على تجهيز 150 عروسة من بينهم الأسر المتضررة من عمليات النص موضوع المستريحين ده كتر أهو يا جماعة والله هلازم نلقيله حل يعني خلنوكم معنا على تليفون دكتور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ومسؤولة المبادرة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور إزاي الصحة كله تمام تمام يا فن بالحمد لله أخبار أسوان وأهل أسوان اللي زي السكر إيه الحمد لله بخير وإن شاء الله يبدأ دايما بخير يا رب دايما المبادرة يا فندم عايزين نعرف عنها أكتر المبادرة يا فندم دخلت دوقتي في عامها الثالث إن شاء الله بدأنا في 2020 كانت بدايتها مبادرة توعوية عشان أختار الكورونا والتعامل مع الجائحة ثم انتقلت في السنة الثانية للتعامل مع الحالات الأكثر احتياجا وتجهيز العرائس وبناتنا المتوقفين على حاجات بسيطة اللي تمام زواجهم السنة دي واخد صراحة هي بتكمل يعني كل حاجات نكمل عليها السنة دي واخد الإطار كبير إينا وعملين ضايق مقردة أو مظلة لكل العمل المؤسسي والمجتمعي وأسوان بحيث نركز جهود بتاعتنا وما ديبقاش في تكرارية وفي نفس الوقت دايما بيبقى بعنا تقضام والجهات الدولة اللي موجودة في المحافظة اللي بتدار تعمل مسش كامل للحالات بتدريج وبالتالي كل اللي بيشارك المبادرة دي ما بين مؤسسات مجتمع مجني ما بين رجال أعمال ما بين أطباء اللي بتتعامل على الحالات المرضية ما بين الجهات اللي هي بتنصول عن المساعدات أو المساهمات المجتمعية في البنوك المصرية كلهم صراحة طرف هذه المضلة وأصبحت هي الوجهة اللي تجسق فيها من يريد ان يتعامل أو يقدم الخير فأسوان الحمد لله كانت المنصة دي تعاملت مع عدد كبير جدا من المواطنين يمكن أنا الحقيقة ما عنديش حصر كبير قوي بالتفاصيل يعني كنا موضوع يومي لكن قدر أقول لك أنه خلال السنة اللي فاتت تعملنا مع أكثر من ربعائم والسبعين فتاة كانت جاهزة للزواج وكانت توقف على بعض التجهدات النهاردة الحمد لله سلمنا الاثناشر وده الشئ يعني تقريبا بيتكرر بشكل شهري في أسوان وحاليا جاري تجهيز المئة وخمسين عروسة وزي ما سيادتك ذكرت احنا مستهدفين المرة دي البناتنا كان أولياء أمورهم كانوا عرضة للحالات النظب الأخير اللي تم رصدها وحاليا بيتعامل معها القضاء فده يوصلنا ومستهدف كمان غير الخمسمية وخمسين ده ده مستهدف الآن تلتمية بحيث نوصل لربعمية وخمسين أو خمسمية بإذن ربنا سبحانه وتعالى طيب يعني دكتور غدنة برضو الحقيقة الشيء بالشيء يذكر أنا عارف أنه الوضع بتاع عمام محمد خميس اللي كان البيت بتاعه اتحرق وما إلى ذلك الوضوع يلقى كمان ودخلت مع سيادتك من شوية أيه وأحب أطمنه وطمن حضرتك أستاذ المشاهدين أستاذ المحافظ اللي هو أشوف عطيك أن سمعه ودك أعلمات فورية بالتنسيق مع المؤسسة أن الحاجات اللي طلبها إن شاء الله هتوفر الله أكبر عايزين نشكركم جدا 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 وشكرنا سات المحافظ جدا 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 أوي خالص كمان أكيد هو أسمح حضرتك دلوقتي يا ربي خليه ده حبيبي هو عارف أنا أحب وأدئيه وأقدره وأحترم وأدئيه بصراحة أنا بشكرك جدا يا فندم أنتو ناس زي الفل بصراحة في المحافظة وعندوكو أهل المحافظة دول يا باختوكو بيهم برضو بصراحة ناس طيبة كده وأمرة صراحة ده حقيقي ومناس دايما اللي في جواهم على لسانهم يعني جدا وما تلاقيه باتلاش عندهم اللي في دورانه وحالك لو شفت حتى في بعض صور أوياء السيدات والدة إحدى العرايس كمية الصراحة والدحكة على الشهر البريئة أيها والشكر اللي من القلب على حاجة إحنا واجب يعني إحنا لا نتجبع لأحد بالعكس إحنا بنحاول لساعد بعضنا بالوجود عشان كده يسمعها الناس اللي بعضهم صح 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 أنا بشكرك جدا يا دكتور غادة كل الشكر وتمنياتنا ليكم دايما بالتوفيق بإذن الله لما فيه صالح أهلين في أسوان والمصر كلها كل الشكر دكتور غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ومسؤولة المبادرة وكل الشكر أيضا لدكتور أرقالست الله وأشرف عطايا محافظ أسوان بصراحة على استجابته شديدة الصرعة حاجة يعني في منتهى الصرعة ألف 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 شكر يا فندم خلونا بقى نروح لفاصل نرجع بعض الفاصل مع كاتبنا وناقضنا الكبير أستسطرق الشناي عندنا شوية مواضيع وأسئلة قد كده هو عايزين نعود نحن وشوفناش أستسطرق بقى نحبة خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلا 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 بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا كاتبنا وناقضنا الكبير وستسطرق الشناي منورنا أهلا أهلا بك وحمد الله على السلام من فرنسا أخبار كان إيه؟ والله أنا رأيه دي من الدورات المهمة جدا على عدة مستويات أولا هي أول دورة واقعية كما ينبغي أن تكون الدورة واقعية زي زمان كان بتاع زمان بقى أه والزحام والتزاحم ووجود نجوم كل ده كنا محرومين منه إنك إنت وإنت في مهرجان كان آخر دورة أنا كنت موجود فيها كنا لازم نعمل بي سي آر كل 48 ساعة دي مش موجود خلاص خلص ولا حد تقالك على فكسين ولا أي حاجة ولا لو أنت في السينما ولا ماسكات ولا أي شيء ولا في الطيارة ولا في الطيارة هو أنا سألت لأن في واحد صاحبي لما قلت كده قال إزاي أنا كنت لسى راجع من فرنسا على إير فرنس ولبست المسكة رجع تاني للنت قال لي آه اتلغى يعني هو رجع خلاص اتلغت معادش فيه لمسكات بس طبعا فيه ناس ودول للحياة أسكية جدا ولازم نشكرهم بيحرسوا على المسكات لغاية دلوقتي لأنه طبعا لسا فيه بقايا خوف لكن إحنا أو الجزء مننا اللي هو بيبقى ما صدق بقى وده غلط أنا من هؤلاء اللي هو يعني إيه غلط زهيت أنا خاف على أوروبا من جدر الأرود دلوقت ما هي جنة لا إن شاء الله مش هيك لا يعني إذا غصل لأوروبا ما تعرف العالم أصبح قرية صغيرة زي ما زمان قالوها هاي قرية صغيرة جاء جاء أوروب هنا هتلاقي الدنيا ربنا يسطر يا دي العولامة العولامة تعبتنا بصراحة بس المهم إنه جنب الحالة دي إنه بيرجع واقعيا بجد إنه كمان اختيارات عظيمة يعني أنا كنت في شهر فبراير الماضي يعني من ثلاث شهور ولا حاجة في برلين وبرلين انت عارف ما رجال موازي طبعا اختيارات برلين ضعيفة جدا يعني تقول طيب لما بيقولوا إنه عشان خطر الإنتاج تضهور بسبب كورونا طب ما ده ينعكس أيضا على برلين مفروض آه لا يبقى المسألة متعلقة بالمدير الفني إزاي بيختار أفلام وبيتعاقد على أفلام ففعلا الضربة القوية كانت والأفلام الأهم كان 21 فيلم جزء كبير منها جيد وده طبعا نسبة كبيرة هي هو هي كان وجزء منها ما تنسهوش يعني يبتدي يتردد جواك مش شرط ياخد هو السعفة إذ هي أهم جايدة لا ممكن فيلم ياخدش سعفة بس فيلم فيلم يتخل عقلك آه طبعا تفكر فيه وهو ده أنا رأي أن العمل الفني الجيد هو اللي يبتدي تشاهده بعد ما يخلص يعني يبتدي يعرض نفسه عليك بعد ما تلاقي كلمة النهاية تبتدي تتأمله لكن العمل اللي أنت حتى وإنت قعد تضحك وزقطت في السينما وخلص في أفلام كده عاشت وبتعيش طب وإحنا بيتكلم في التليفون لما حتى كنت هناك لفت نظري جملة لطيفة جدا واكتلي أنه نجوم السينما العالمية وصنعها وهم في كان بيبقوا حارسين جدا على حضور الأفلام ومتابعتها وإنه نجومنا في المنطقة بتاعتنا المنطقة العربية ما عندهمش هذا الحرص عندهم حرص السجادة الحامرة وناخد الصورة ومش مهمة بعد كده أي حاجة ليه؟ ده جزء من التعاقد والاحترافية أنت يعني خذ بيقى دي حاجات موجودة في العقود كمان أن أنت بتسوق فيلمك يعني أنت هتاخد أجر وأجر كبير لكن داخل هذا الأجر يجب أن أنت تبقى كمان مع فيلمك في كل التظاهرة في أي مؤتمر صحفي كل ده منصوص عليه لأنه جزء من العملية الفنية أنت ما تقدرش يقول فيلم كويس طب فيلم كويس فين الدعاية فين النجوم بتوع لما يقفوا معافل المخرج لازم فالأمور دي ما هياش بالمزاج لا ده قانون إحنا مش محترفين قوي في الحتاب دي فتلاقي ممكن فنان يقول لك لا أنا معجبنيش اسمي على التترات مش رايحة بيحصل كتير مش حاو أو فين صورتي على فيش لا ما تدنيش حقي وهكذا بس أنا برضو بقعد أستغرب يعني إحنا لحد إمتى هنبدأ أو هنفضل نفكر بالطريقة دي يعني عندنا عدد قليل جدا من المخرجين أو الفنانين اللي بقعدهم هذا الحرص حتى لو ملوش فيلم هناك عاوز يعد ويتفرج على الأفلام ويفكر فيها وعدد ضخم مش مشغور غير بأنه يتصور يريد نرجع حتى للصورة أنا بص أنا كان بروح 30 30 دورة وراء بعض الحمد لله في فترة ما وهي تمانينيات مثلا نهاية لا أنا بروح من 92 بس بدأ النجوم من نهاية 2 من نهاية التمانينيات بقى فيه نعم المباراة بينهم إنه يروحوا كنتوا تلاقي محمود حميدة ويتفرج ومحمود عبد العزيز وليلة ولبلبة ولبلبة كمان وإلهام كثير بيروحوا يتفرجوا فعلا مهتمين فعلا آه لا يروحوا ويسألك عشان ترشح له أفلام ويزبط الجدول يعني محمود كان فعلا من شخصيات حميدة وعبد العزيز اللي اتنين كانوا فعلا عندهم هذر حرص لبلبة كانت في نفس الفندق اللي فيه الدكتور رفيه الصبان الله يرحم آه وأحمد صالح الله يرحم هم الاتنين فكانت يوميا ماشي مع معد كلها تشوف خمس أفلام منهم فعرف ليلة ساخنة ولت مين كان فعلا آه وتعاقدت مع الدكتور رفيق على القصة السينمائية مين كان واضح أنه هو مثلا شاف ما بقولش أنه هو اقتبس شاف حاجة فجرت جواه لقطة ما فجرت جواه بربع عليك فكتبت آه ليلة ساخنة ومنفرت حرص آه لبلبة قالت له طيب خلاص نتعاقد وتعاقد معها فكانه وطبعا عاطف الطيب عمل دور مبدع بس كان فيه بزرة أنا مش متأ يعني مش فكر بالزبط إيه اسم الفيلم الاستوح منه بس دكتور رفيق قال لي أنه هو عنده ابن هو الفيلم فيه ابن معاق طفل ده كان دكتور رفيق نفس القصة آه فقال لي لأ أنا كتبت حياتي يعني قال الطفل لا أنا طفلي ابني فأنا كتبت عن نفسي ف عندك مثلا كان وحيد حامد إيه اللي مدي تمايز لوحيد حامد وحيد حامد كان أكتر واحد يعني شوف أنا كلمت على النجوم الحقيقة عشان كلمة أكتر إنسان ممكن تلاقيه عنده شغف بالسينما هو وحيد آه وكان ليه بيحدث اللغة ما عندنا عندنا مشكلة اللغة السينماية صح الناس بتقدم الفيلم بلغة قديمة وحيد كان مدرك شوف هو شوف وحيد رجل ريفي وبتاع لكن كان عنده تطلع عظيم مدرك إن اللغة بتتغير اللغة السينماية زي أي لغة فيها مفردات جديدة يعني الحوار بتاعنا هتلاقي فيه كلام جديد دخل كل شوية طبعا اللغة السينماية كده اللغة السينماية الليس لها ثبات واللي كان بيتعمل من عشر سنين أو من خمس سنين لو عملته إخراجيا ممكن أنت تقول إيه ده ما تهدموش لأن أو تحس إنه هو بليد أو قديم لا وحيد كان على طول بيحدث أدواته السينما كلغة دلوقتي بتدي مساحات مشتركة أغلب الأفلام اللي أنا شفتها وكانت مهمة بتدي مساحة مشتركة للمطلقي إنه هو يملأ الفراغ إحنا تعودنا على بلاطة يعني تعايز المخرج يحكي لك على بلاطة كل التفاصيل وإنت قاعد حط رجل على رجل أو نايم ومبسوط لا داعي للتفكير ما هو بيقول لي اللغة دلوقتي إنك إنت تقول حاجة وتخلي المطلقي يكمل بقية الحاجة يعني تقول مشهد وبعد دي شوية تقول حاجة فأنت تربط بينهم فتفهم إيه اللي حصل أو إيه اللي ممكن يحصل فاللغة اللغة السينماية بتطور إحنا عدد اللي كانوا بيروحوا زمان قلي جدا بس أنا مدرك قلي ليه في فترة ما كنا اقتربنا من رمضان تعارف رمضان كان كده بيروح نحي شهر مايو ومايو هو هو شهر كان كان فكان كل الناس قبل ما يبتدي تعانق رمضان معا كان يروحوا ها لما بيقرب أول ما قرب كلهم بعدهم برامج قد إيه مش بس النجوم كان الفضعيات بتروح تسجل برامج هناك ها وممكن نجمة بدون ذكر أسماء يعني عايزة تتصور فتجيب معاها فريق تصوير فيديو وفوتوغرافيا كان فيه أفلام أحيانا مش موجودة في المسابقة المهرجان مرن وحيكسب مع مشروع اقتصادي فكان ممكن بعض أفلام مش موجودة في التسابق لكن عايزة تعمل دعاية فبيوفقوا أن تطلع على السلم بس أول ما بتخلص العشر دقايق بتوعك بتجري على ناحة تانية خلص كلت بقنا خلص كده خلصت بفلوسك كلت بفلوسك روح طيب يمكن برضو كلفت للنظر جدا احتفاء واحتفال المهرجان بطوم كروز وعرض طيارات ودخان ملون وحاجات زي كده أنا اللي جي في بالي أنا بالنسبة لنا في ذائقتي الفنية توم كروز ما هواش ممثل مهم لكن ممثل بيجيب إرادات بخضة قدك قلت نجم طيب وهو اللجمية دي بس مش كان يعني العارف اللي هو إيه مش مش أفلام توم كروز يعني اللي كان يلتفق لا لا ما هم بتتعرض غالبا كان الأفلام دي بتعرض وده فعلا كان معروض خارج التسابق كويس يعني الفيلم بيتعرض خارج التسابق بس بعرض رسمي عشان تحتفي بتوم كروز وده كان المرجانك اللي عايز يعمل دربات انت بتقول معايا توم كروز خلاص معاكنة النجم الشعبي النجم الشعبي بتكسب فهي الحكاية كده إنك انت والنوع ده من السينما نحن ساعات بنعتقد إنه السينما نوع واحد لا السينما متعددة أيها طبعا فيه سينما فنية كانت وستظل وفيه سينما تجارية كانت وستظل وفيه نجوم أو إرادات ضخمة جدا في تريق السينما على كل المستويات ولا إرادات غير مسبوقة ولا يمكن حد يتجاوزها كويس وأفلامه أفلامهم تجارية بس إيه المشكلة؟ ما ده نوع نوعه موجوده في النهاية خاصة وإنعاش للصناعة لأنه شغل نسبة تشتغل ما هواش هزاري يعني عشان كده الشركات الكبرى ممكن ينتج فيلم فني وجنبه فيلم تجاري والشركة بتستمر ليه؟ لأن انت عندك مشروع هو استمرار الشركة تدفق الأموال فالأمور ماشية والمهرجان فيه المعنى ده يعني ما هو الفيلم اللي افتتاح كان عن الزومبي كويس أنا رأيي إنه فيلم تجاري بحت ومقزز الغريبة الناس كانت بتضحك يعني أنا مش عارف هل ممكن لعيد فيها يعني أنا لما لقي فيه دماء وفيه تقيق وفيه بتاع ده يصبني بغسيان فأنا كنت لسه بس أفلام الزومبي دي تضحك من تفاهيتها بصراح لا كانوا بتحكوا لأ كانوا بتحكوا عن موقف الكوميدية فعلا آه وده حصل يعني حتى في مصر كان فيه فيلم برضو عن الزومبي وانا دخلت السينما مع الناس كان في العيد فلاقيت برضو فيه أطفال بتضحك بس إيه قلتوا دول أطفال بس الفيلم المصري معمول بغرد كوميدي محض يعني آه التاني فيه طبعا نروح الكوميديا وما بيخلكش تستغرق قوي في الدماء لأن انت وانس حصل استغرق في الدماء حصل نفور مع الشاشة خلاص مش هتكمل فمن ضمن يعني الأسلحة المخرج لما بيعمل فيلم كوميدي آه ويكون فيه خط عنيف إنه ما يوسلكش لمرحلة الاندماغ الكامل وإلا حيبقى فيه نفور بيصحيك كل شوية يعني بنكتة بقفشة بترفق فتبقى أنت متجود بس فعلا ألف و جئت إنه الضحك كان كتير قوي بالنسبة لي ما كنتش قادر آه وغالبا لما تلاقي الناس بتتحك حواليك فبتتهم نفسك بإنك أنت أكيد عندك خلاص غلط مش هما على خلفية النجوم المهمين أنا كنت بقول لأنه كان النهار ده لقيت إنه فيه محكمة أمريكية حكمت لجوني داب بخمستاشر مليون دولار خمستاشر ولا خمسين خمستاشر خمستاشر مع أنه يستحق خمسين بس صراح أنا قلته برضو كده آه والله أسانا من أنصار جوني داب بس أنه طوله عمري بحبه يعني حبه جدا ده كنت بغذر طولهم ده صديقي الأنتين من غير ما شوفه بحبه فنه مهم ده هو ممثل رائع ممثل مهم آه ممثل رائع حتى أنا قلت أنا هسأل سيسترق الشناع على رأيه وهيمكن هقول السؤال وهستنى الإجابة بعد شوي أنا في رأي جوني داب ده أهم ممثل موجود بعد أنتوني هوبكنز مباشرة رأيه مبني على تنوعه جاك نيكلسون فيه أسماء كتيرة هو جيل أكبر جاك نيكلسون جيل أكبر طبعا أه طبعا يعني جوني داب نفس الجيل بتاع بتاع تون كروز اللي هم نهايات الخمسينات مطلع الستينيات وهوبكنز أكبر طبعا أكبر من جاك نيكلسون إنما فعلا جوني داب المسر الرائع وحضور كبير وهو أغلى كان في فتراته هو الأغلى طبعا وأكتر واحد كان بيجيله رادات وأكتر واحد كان طبعا المشكلة الأخيرة العائلية سنقة الكاميرا كله كان بيتكلم عليها كالعادة احنا أخذ بالك احنا مش يعني زيما نمسل حاجة في مصر شبيهة يقولك الله سابه كل حاجة وبيتكلم على الجزء الشخصي في الصحافة وفي الإعلام توارسنا ده لأنه في نهم عند الجمهور يعرف الله طبعا عمل إيه مع مراته مراته بتتهمه أنه كان عدواني وكان بيدربها اتظرح هو اللي كان بيدرب تخيل تخيل طب أنا هستأذن هروح للفاصل ونرجع لبعض الفاصل والله ممكن نطرح فكرة لنقاشة هي مسألة هل من الوارد أنه كان السنة الجاية إذا كان لنا عمر من الممكن أن يكرم جوني داب مش بس على فنه وأعماله ولكن وكأنها رد اعتبار لي بعد كم الابتهمات اللي كانت تلاحقه فطلع أن الراجل هو اللي كان بيتعذب هستأذن نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام كنا عمالين بالنقاش المنطلقات بتاعة أمبر هيرد واحتمالات البراءة المطلقة لتركيبة جوني داب كنت لسي بقول له ستر أنا قريت عنه سيبك من أداءه بقى هو تركيبة لا يمكن يكون شخصا هو قرصان على الشاشة لكن طيب وابنحلال وحلين في الواقع ممكن بس النفس البشرية ممكن تبقى فيها تنقودات كتيرة يمكن في الحضارات تلاقيه بقى عنيف يعني يعني عايزة أقول بتحصل بتحصل بس أشوف نبرئ ساحاته 100% كده وإلى أنه تهم بالتحيز والتنمر على المرأة مايك برضو هي مظلومة بس هي كان عندها يعني أصلي فيها حاجات تتير كان عندها فيها سبات مذهل جدا سبات مفعالي مذهلة ودموع غريبة جدا وبعدين وهي بتدلي بشهادتها والمحامية بتاعت جوني داب تسأل والقضي علق والقضي هي تعال نكتشف إنه دي بتجذب انت إيه السبات ده إيه الافترق ده ودي حاجة هنا بقى كان يجي سؤالي اللي كنت عاوز أطرحه وحتى قلته برضو على قبل بحاجة كتدخل لنا هو إحنا إمتى يبقى فيه عندنا زي جوني داب ويبقى عندنا زي أنتني هابكنز ويبقى فيه عندنا زي جاك نيكلسون إيه لأخ إيه لأخ إيه لأخ إمتى يبقى عندي هذا العدد لا مصر طبعا عندها بتقدم أسماء كتيرة العالمية موضوع كان يفاكر إنت عمر الشريف كان ده ما نيقول إيه لأ أحمد زاكي يجيد الإنجليزية كان بقى نجمع عالمية مش إه ده مقولة مشهورة لعمر الشريف فإنت لأ مصر بتقدم إحنا ممكن نعد ميت مش فارق مع العالمية الأداء ممكن نعد دلوقتي يجي ميت اسم مذهلين في تاريخ السينما العالمية وحتلاقي لسنا عايز أعد ميت اسم مذهلين لما تقول بأ محمود مرسي محمود المليجي أحمد محمود عبد العزيز لأ عادل إمام لأ هتلاقي عندك عدد ضخم عشرين سعاد حسني لأ لا لا هتلاقي مصر عندها زخيرة قوية جدا بس العالمية موضوع تاني يعني إيه عالمية إن أنا أمثل مع شركات عالمية كبيرة ولا إن أنا أضع بصمة في السينما بشكل عام مش بس السينما المحلية بس لأ ساعة تلاقي حد يقولك إيه أنا نجمة عالمية طب فين عالميتك بأمرت إيه يعني إيه نجمة عالمية يعني إسمك في الصين لما فيلمك بيروح الصين الصينين يشتروا الفيلم عشان إسمك عشان إسمك في اليابان في فرنسا مفيش بعد عمر الشريف يعني إسم نقدر نقول عليه آآ عالمي فيه رامي ويوسف فيه رامي مالك أوكي وعملين حاجات ظريفة بس العالمية بقى اللي هي طاغية دي اللجم الوحيد العربي هو عمر الشريف يعني لسه مفيش طغيان كده بس طبعا ممكن الزمن يخلي مالك أو يخلي رامي يوسف يعني يخليهم آآ قادرين يعملوا حال لكن لا يوجد لا يوجد لا توجد يعني حتى لأنه بس فيه أمل طبعا بالنسبة لمصر مقومات العالمية يعني عندنا فيه أحد اللجوم الشباب هو دقوب جدا دايما بتلاقيه مسافر ومصور صورة مع نجم عالمي وبتاع وين يدعبوه وانت نجم عالمي هو مش عالمي مش عالمي من ناحية العلمية جميل وانا مبسوط بقى مبسوط منه انه هو بيخرج ويروح حوليد وبيقدر يتواصل وبياخد مساحات لكن لكن هل هو بقى اسم لا اسم تسويق يعني يسوق به لأ هل هو ببلده لما بيشارك في فيلم الناس بتقطع تذكرة برده علشان خطره لأ برده اسم ما انتش جاذب للجمهور طب بره وطنك يعني في حاجات بنتبسط يعني انا عايز اقولك مبسوط من الاسم ده مش عايز احرجه طبعا بقول اسمه مبسوط منه انه اداءه يعجبك لأ بسا دقبه انا عجبني الدقب مش الاداء لكن الاداءه ما يعجبكش عمري ما اقتنعت بيه كممثل بس بس هو دقوب وبيقدر يعمل معادلات تخليه موجود بره باستمرار يعني بيعمل كتير بتلاقي يخرج من فيلم يصمت قليلا ويعمل اللي بعده وبتتعرض افلامه بس بس مش دي العالمية انما يحيى يعني يعني نتبسط نتبسط يحيى على النشاط اه على الدقب وبالذات لما بيكون انتباعك عنه او تحليلك لفن اداءه انه هو مش موهوب ما هواش الحالة الابداعية اللي هي بتشوفها مع احمد زاكي مثلا مع عمر الشريف لا لكن اهو دقب الدقب مصلوب برجو يعني انه مثلا ييجي على بالي انه سيدس جميل راتب الله يرحمه ده راجل مسل على مسارح فرنسا وشارك في افلام سينمائية ما بين الفرنسية والايطالية لو انا متذكر ايو وكانت افلام مهمة اذا جميل راتب عالمي لا هو طبعا العالمية مش بس يعني جميل راتب في حدود فرنسا اوكي لكن العالمية مفروض ابعد كويس يبقى هوليوود وهو لا جميل ما عندش لازم هوليوود طبعا اذا كانت هي هي ام الصناعة هي اللغة هي السينما ها هي السينما فانت تم عندك بوليود اللي هو الهند يعني ما بتعمل افلام عظيمة ما بتكسر الدنيا وميتاب بتشانو اسمع كتيرة جدا مم قويس وكلهم وخان ومش عارف ايه كل دولة بيجيبوا ارادات ولهم جمهور ايضا فعلا لكن تازل النجومية هي جاية من هوليوود النجومية الطاغية هي هوليوود في في حاجات نجومية اقل بس الطغيان هو هوليوود من باب الانتشار ولا من باب اهمية المنتج السينمائي هم فرضوا يعني انا بشوف السينما الاوروبية احلى واهم واقوى هم فرضوا اللغة بتاعتهم مش اللغة كلغة انجليزية لا اللغة السينماية اللغة السينماية اه فاصبح المعيار عندك كمتلقي في العالم كله هو الطريقة والتركيبة الامريكية حتى في افلام كتيرة في العالم كله بتحس انها بتعيد شئ امريكي اه يعني بطرون امريكي مم حالة امريكية هم قدروا ينجحوا جدا في فرض النوع وانه ما يبقى هم اللغة وهم السينما يعني 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 مش ما فيه السينمات لا انا السينما طيب طيب ليه النجوم بتوعنا يمكن هقول مثلا مش عادي بقى نسميهم اجيال الشباب ولا هم تخطوا مرحلة اجيال الشباب بس بصرف النظر ليه ما وصلوش لحد هوليوود وفيه منهم كتير يتقن الانجليزية على سبيل المثال اصلا المسألة مش انجليزية بس بالضبط انا متفق على كده المسألة مش في اللغة على الاطلاق لا اللغة جزء مقدش نلغي اللغة يعني طبعا طبعا لو انت مثلا هندي وام ومش قادر تنتقى كويس او باكستاني مش قادر تنتقى كويس اللغة ممكن تتوظف الدور يعني يتوظف او مصري او عربي شاروخان عنده لكنة واضحة جدا اه اه يتعامل بها اه طبعا ويتعامل بها انما هي المسألة مش لغة هي اه مواصفات نجومية مطلقة مم فمش شرط قوي او م هي لا تتوقف على اللغة توقف على مواصفات اخرى زي توم كروت اللي كنا بدأنا بالحوار ربنا اداله فيد فيد من الجاذبية مم من عنده يعني ممكن مبقاش هو الممثل العظيم بس اه طلته على الشاشة بتجيب اه مليار من الجماهير بتجيب ارادات بتخلي الصفقة اللي انت عاملها مضمونة الربحة الصنعة دي بجيب فلوس اه بتبقى على التربيزة كده خلاص عندنا احنا يعني كمصريين في سلمة المصرية ايضا عندك نجوم مجرد انت تعاقدت معاهم او نزلتلهم صورة لفيلم قادم هتلاقي الناس كلها بدأت تتعاقد معك طيب مين من نجومنا في وجهة نظر استاذ طارق يصلح ان يكون نجما عالميا ولو قلت طب وليه ما وصلش هتقولي لانه نقص واحد من ثلاثة او يجب انه يشتغل على واحد من ثلاثة ممكن احمد مالك وانا شفته ببعض افلام ها احمد مالك ممكن ماشي اه وده الجديد خالص اه ده الجديد انت كلم على العشرين سنة تقريبا احمد عنده دلوقتي خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة اه اه اسر ياسين اه اكبر شوية ممكن اسر اسر ممكن عنده لو الظروف كلها مهيئة زي ايه بقى الظروف ما هو الظروف يبقى فيه زي عمر الشريف هو عمر الشريف ما هو بقى عمر الشريف ازاي الظرف زرف اه صدفة اترشح مش كده هم ديفيدلين رشاحه خلاص بتيجى احيانا فرصة بس يقولك ايه الفرصة لا تأتي الا لمن يستحقها يستحقها فانت لازم تبقى دقوب لما ولاحمد رمزي وروجدي ابوازا كان عندهم فرس هم بس وتقريبا هما نفس الاجيل نفس العمر حتى وكانوا اصدقاء لكن لكن مين بقى من اللي بقى علامي عمر عمر فمعناها ايه لا المواهبة والنجومية لوحدها واللغة لان الاتنين بيعرفوا اللغة كويس ما تكفيش مين غير احمد مالك واسر ياسين إن لم يكن من النجوم الرجال فليكن من الفتيات والنساء ما عنديش العاف زهني دلوقتي حد من النجمات ده اللي كنت بقول احنا في عندنا شورتج في عندنا شيء ما لا هي ممكن مثلا نجمة زي مونة زكي مونة ممكن مونة كلما بتاخد خطوة لقدام يهجموا عليها مع الاسف مع الاسف بس هي ممثلة موهوبة وممكن لما بتاخد فرص عندها وكانت موجودة في كان بالمناسبة وكذا ممثلة اخرى كان في ياسمين صبري كمان كان في كذا اسق مش عشان الافلام لأ انت عارف بيوت الموضة والازياء بتقولك مثلا اللي مونة زكي مؤسرة في العالم العربي مم فممكن تبقى هي تعرض الازياء بتاعتنا او المجوهرات بتاعتنا انا مش عارف كلا تعرض الازياء ولا مجوهرات ما ركزتش قوي بس يعني بس امتى بيع بيتعمل ده بسبب ان النجمة ده عنده تأثير لانها نجمة لها حضور وتأثير في عالمها العربي فاستعانوا بيها وده كان يعني الحقيقة شيء ممتع برضو وهو جمت بالمناسبة مناسبة الهجوم وهو جمت برضو على ده فاستعان برضو؟ اه برضو او على وجود هاستعان لا عشان الفستان تعرف النظام بتاعنا اكيد يعني قال اول فستان عادي يعني الفستان فستان صهرة تبعتين بس ايه؟ هو احنا عندما يتعلق الامر بالسينما المنقشة الجماهيرية ما عندهاش حاجات اهم من كده؟ لا هم بيستوقفهم الفستان فيه و بيحصل دايما في المهرجانات انه يعني مثلا فيه واحدة عشان الموضوع بتاع اوكرانيا وروسيا فدخلت شبه عارية عشان تسرع الاضواء وتوسل الرسالة انها ضد وانه الروس بيغتصبوا بتاع الفتيات و بتاع بيقال انها اوكرانية او ممكن بتقوش اوكرانية يعني بالمعنى ده فبيحصل كمان اقتحام للحالة السياسية للمهرجان و لفة الانظار وده كان فعلا مشهد مسير جدا كله كان مترقبه بس السؤال هو وانا عاد تفكر فيها انت عشان تخش على السجادة الحامرة في مليون حاجة كل حفلة لن بروح يبصوا على الكرنية وعد دعوة و بعد شوية لها حد يبصوا على الكرنية والدعوة و يتأكد ان انت الاسمت اه ماتش حدي تاني و مبسطين تلك يعني طيب اكيد يعني مفيش حاجة اسمها غري ده مش قائم يعني فانا تفسيري انها لما كانت لبسة معقول يعني او نصف معقول يعني كده كده بس نصف معقول و اول ما فلتت و انت عالسجادة مفيش امن فالعد دقا يعني اكيد اكيد ده هو التفسير الوحيد لأن شوكة الامن حيسيبها ولا حيبقى بيلعب دور في الحتة دي لا مستحيل انما هي قدت بذكاء اللعبت على الامن بس السياسة القت بالظلال افقل مما كنا نتصور على المردان بكتير بالافتتاحة من الاول يعني خطبة لاريسك ومارية اوكرانيا كلمة زيلانيسكي ازاي يعني ازاي ده ده في الاوسكار حاولوا وكان فيه الاوسكار كان فيه شهر فبراير الماضي او مارس الماضي كويس؟ مارس حاولوا وكان فيه اخبار انه حيقول كلمة لا الامريكان ما سامحوش يعني واضح ان فيه جهة قالت لا ما ينفعش لكن بالنسبة لكان سمح بالكلمة وكانت كلمة طويلة والاول مرة يبقى السياسة بكل هزا الجموح والجنوح بشكل قوي اصلا المهرجان ممكن يبقى فيه سياسة بس جوه السينما صح لكن مش ان انا اقول خطبة او كلمة سياسية جوه مهرجان على لسان رئيس دولة الى اخيره منتصرا كان او مهزوما له حق او ظالم يعني ده مش مقره السياسة ده مش مقره المهرجان كان فيه فعلا حالة كده من جرعة سياسية متعددة الاوجه والابعاد جرعة ضخمة جدا عشان لانشوك فيه على رئيس جمهورية هيقول كلمة وبالطول ده انا اتكرت انه ممكن يتعامل حاجة سريعة ممكن اوافق على انه فيلم تسجيلي قصير جدا في الافتتاح كده يبين ان فيه اه يعني ايه انتهاك للاراضي دولة من دولة اكبر يعني اكبر في القوة او انه يطالب صناع السينما بتوثيق مع يحدث سينمائيا مثلا لانما تيجي كلمة رئيس في الافتتاح مهرجان كبير زي كان ده ده 180 درجة ليه بقى لان انت مع الزمن الاخرين هيتطلبوا بالمثل وبعدين المهرجانات دي ما هياش مطلقة في قراراتها فيه اتحاد المنتجين بيرائب المهرجانات بسببه مش هيدار يتكلم تحاد المنتجين العالمي اللي هو يقول انما اذا انت اخترقت مرة بالسياسة وجمع مهرجان اخر في العالم التالت وموجود ايضا تحت اه يعني ايه مزلط تحت الدولة المنتجين وعمل حاجة سياسية مش هترد تقول له ما تخلطش الامور لانت خلطتها خلاص هي الخطورة في القادم مش في اللي حصل لان انت بتشرع قاعدة مش هاي بيقولك ايه لا سياسة في الفن ولا فن بس لا وهو او انك تفكر في الماضي يعني هل كان من الوارد انه من تلاتين سنة ياسر عرفاط يطلع يقول كلمة في كان مسلا بس طبعا بالنسبة للقادية الفلسطينية هما ما عندهمش الحماس ده عشان مش هاوزين اه ما فيش الحماس ده انه هما يعني مش هاوزين بس بس وبنسبة فلسطين فيلم رائع عاملها مها الحاج مخرجة فلسطينية فيلم فلسطيني يعني هنشوفه في مصر هنشوفه في كل الدول العربية في كارتاج لانه ما فيوش فيه انتاج اسرائيلي على الاطلاق مه estado lain دي موجودة جايزي السيناريو في قسمه نظرا ما ودي الجايزة العربية الاهم اللي اخدناها اه والفيلم قوي جدا واجمل ما فيه ان انت رائيت انه ما فيش شركة انتاج اسرائيلية فيش المركز السينما الاسرائيلي مه هو متصور في اسرائيل بس ده مش مشكله خال26 انت مشكلتك الفيلم بياخد جنسيته من الانتاج حرست ست دي برغم الإغراءات إنها لا يمكن أن يدخل في الإنتاج فلوس إسر عليها حلو وده رفع الحرج عن كل المارجنات العربية إنها هتعرضه هتعرضه لأنه فيلم عربي فلسطيني عربي عربي الدماء والانتماء وقوي كلغة فست كانت حريصة جدا وقالت إنه كان فيه إغراءات بس هي رفضت يعني لأنه يعني بيجي لها شركات إنتاج داخل إسرائيل طب ما تاخده كذا رفضت حرست إنها فقط رأس مال عربي وقالت إنه كان تبقى بعض من هذه الشركات متفقة معها في نفس وجهة النظر بس إسرائيل بس لأ بس مدام بس ما دي المعدلة إذا الإنتاج في إسرائيل حتى لو كانت العمل الفني هيطلع الفيلم بيدافع على موقفك كعربي برضو ده ما تقدرش تعرضه وده ممنوع ما تقدرش تعرضه في أي مهرجان عربي يعني لازم يكون الإنتاج مهما كانت القضية مهما كانت اللغة أو اللهجة يعني بتكلم يعني بتكلمه بالعربي كويس لأنها هي علاقات عربية عربية داخل فيلم ده ممنوع عشان كده المخرجة أظن كانت حريصة على إنها بتفكر المهرجان العربية لما تحتفي بيها تحتفي بيها وهي مبسوطة وما فيش ولا غبار طب يمكن أخيرا على حد علم حضرتك هل كان في أفلام قدمت إنها تشارك في المهرجان وما من عندنا يعني من مصر مؤكد بس ما بيعلنش وانا مقدرش أعلن يعني المهرجان نفسه ودي من ضمن البلوتوكولات إن إنت لا تعلن عن أسماء الأفلام اللي إنت رفضتها لكن المهرجان زي كان ممكن يتعرض عليه ألفين فيلم طبعا قويس ومنهم أفلام مصرية وعربية وبينتقن طبعا كل سنة كل سنة لينا محاولات لعرض أفلامنا في مهرجان كان من قبل يوسف شهين بالمناسبة أحيانا بنعرض لأن إحنا من سنة 46 كان في أول دورة كان عندنا فيلم دنيا بتاع محمد كريم المخرج بكبير بطولة فاتن ومدامة دي حيسري كويس فإحنا من أولها موجودين كويس بس بتقدمه وممكن يترفض يعني فأنا بتصور إنه في أفلام كتيرة اترفضت وكل سنة ولا يعلن بتقدم لأن في أقسام كتيرة مش بس المسابقة في نظرة ما في أسبوعي المخرجين في أسبوع النقاد يعني دايما هناك فرص متعددة وأعتقد الجيل ده كمان جيل قادر على التواصل يعني حيقش على الموقع ويقدم فيلمه وعرف حيقدمه إزاي فأعتقد إن الجيل ده بما إنه فاهم تفاصيل وشفرة التواصل فأكيد أغلب المخرجين اللي هم مقدمين أفلام حاسين إنها ممكن حاولوا ده مؤكد ولم يحالفهم الحال ما يقول بالك من سنتين كان عندنا فيلم اسم سعاد في العرض الدورة اللي تلغت كان موجود في كان فدي معناها إنها كان قاية أمين المخرجة الشابة معناها إنها حاولت والجهة اللي تاك حاولت ووصلت على كل لنا حديث إن شاء الله على الأسبوع الجاي أحاول أوفي بوعدي لن نتكلم في الحديد دلوقتي بس أحاول أوفي بوعدي اتفقت معه سوس طارق كده إيه إنه هيفكرني هيذكرني سوس طارق نورتنا وشرفتنا في مجرة العادة في أي مهرجانات الأسبوع جاي أو حاجة؟ في والله مهرجان الفيلم السعودي هتسافر يعني بدأ لا بدأ هروح أحضر في الأواخر ماشي لو هبدأ بكرة هرفتح بكرة ناربع الجاي معنا ولا لا؟ هنزبطها طيب ماشي 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 أشكرك جدا كل الشكر اللي كاتبنا ونقبنا الكبير روسستر الشناوي شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم عشرة أما العبد لله فانتظرونا يوم السبت الجاي وبرنامجيكم التاسعة سلامت